انبارح المباراة كانت مهمة جدا ومكسب مهم عشان حكتين اولا ترتيبك في جدول الدوري يبقى كويس جدا دلوقتي الاهل في المركز الخامس ب33 نقطة رغم ان يلعب 15 مباراة بس بينه وبين بيرامدز المتصدر فارق 4 مباراة اذا ان شاء الله ارى الاهل ربنا يعني قرموا وكسب الاربع مباراة ساعتها يتخطى بيرامدز بفارق نقطة واحدة فيبقى الاهل 45 وبيرامدز 44 طيب الحاجة التانية مكسب مهم ومكسب معناول انها المباراة الرابعة على التوالي في ظرف عشر ايام بتلعب مباراة مضغوطة قبل ما تروحها للنهاية الافريقي فبالتالي توقيت المكسب مهم جدا خلاص بقى المباراة المحلية ضغط المباراة المحلية مش هيصدر لك اي ازمة وانت داخل على المباراة الافريقية الاهم في الموسم كله الفاينال امام الترجي نهاي دور الابطال والنهاي التاريخ للعام الخامس على التوالي فمن هنا بتأتي فكرة ان المكسب مهم ترتيب الصدارة مهم جدا للنادي الاهلي بس انا لفت انتباهي ولفت انتباه كل الاهلوية انا مش هازة اتكلم في التفاصيل الفنية مباراة الاسوديو التحليلي وكل الناس اتكلمت في الفنيات والحمد لله الاهلي قدر يكسب التغييرات كانت مهمة نزول عمر كمال اكيد عمل فريق كبير جدا في الناحية اليومنا الناحية اليومنا محتاجة شغل كتير بوجود هاني وبرستاو مش شايفين شغل فني كبير او تأثير هجومي على الفرع المنافسة بالعكس لو نزل مثلا عمر او راح بيرستاو في الناحية الشمال نزول مودي استنبارح في بعض الاحيان بيبقى مؤثر جدا داخل منطقة الجزاء سواء هجوميا او حتى دفاعيا لكن اجمالا الاهلي كسب